مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية زرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية السعودي السعودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزه المشاهدين في كل الدنيا. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جديدة من حلقات الشركة السعودية بقولوا كل الوقف يقعد واللي قاعد يقف واللي بيحول يستنى شوية جايبين عرض جامب جدا. كل الدنيا وكل مصر بتحبه تحديدا تخذه من الشركة السعودية. جايبين؟ أنا مش أقول جايبين الأول قبل مرحب وستاذ خامس الباشر أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ محمد وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية حلقتنا النهاردة حلقة مميزة إلى أقصى درجة السعر فيها نجم النجوم العرض اللي فيها محدش يقدر يقومه عشان كده أضع حضراتكم لمتابعة الحلقة معنا للنهاية للتعرف على مميزات المنتج اللي بنقدمها اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا جايبين عرض البطنية، الطبقطين، الحفر، البارز، المستوردة كتير جدا من عملاءنا استفادوا معنا بالعرض ده وأخذوا معنا المنتج ده اللي أنا عايز أقوله إنك بتاخد عرض النهاردة البطنية بسعر مميز جدا أول حاجة عايز أقولها في البطنية دي أستاذ محمد إنها طبقطين طبقطين يعني لما نبص كده هنلاقي طبقطين زي ما قلناها زمان تقريباً الحلقة دي كب من خمس سنين طبقة أو طبقة وطاقبلوا في القنار ده صحيح ده صحيح إيه فرد عادي عادي أيوة بص يا جماعة طبقطين يعني بطنيتين اتنين بطنية في بطنية واحدة بطنية من ناحية دي وبطنية من ناحية دي والاتنين متخيطين علشان كده بتلاقي البطنية معاك تقيلة وجميلة ونعبة الملمس دي الميزة التانية معنا والتاني حاجة بأكد عليها لكل الناس اللي معانا النهاردة إن بطنيتنا غير إنها طبقتين وغير إنهم بيتقابلوا في القنار بطنيتنا حفر وبارز ده يا جماعة بيسموه حفر ليزر حفر ليزر ده مش ممكن يحصل إذا كانت الطبقة عالية لما بيكون الطبقة عالية والملمس جميل بيدينا الشكل الطابلو الجميل ده محدش محدش يقول دي بطاطين دي إيه دي طابلوهات يا جماعة من الشركة السعودية ولحد دلوقتي إحنا مولناش العرض ولقلنا السعر إحنا جابين سعر جامد جدا بجانب العرض عايز أقول لكل عملائنا حاجة مهمة قوي البطنية بتاعتنا النهاردة بطنية كبيرة بطنية زي ما إحنا شايفين تفرش أي مأسرين بطنية طبقتين وحفر المفاجأة الكبيرة اللي إحنا بيقدمها النهاردة في سعر المنتج ده بصد زمان بتعمل سعر وعرض نعم ودي أول مرة يحصل اجتمعوا لتنمع بعض صحية السعر والعرض صحية نغير اللون وإحنا بنتكلم ولا نجيب العرض اللي إنت هتدخله والعرض اللي إنت هتدخله عايز أقول السعر الأول سعره كم؟ السعر هيكسر الدنيا سعرنا النهاردة 250 جنيه أيوة كل اللي عايز يشتري بطنية في عز الصيف سعرها 250 جنيه إلحق العرض بقى إلحق استفيد بقى النهاردة الشركة السعودية بتقدمو لك بسعر مميز جدا 250 جنيه وياريتنا سكتنا على كده وبس دي إحنا جاي بيه مفاجئة المفاجئات من الشركة السعودية من مصنعنا المعرضنا ليكوا على قتالي فوننا لوا 33-85-85-85 إذنك بس حد يجيب لنا لحفم القسم الحفعة تشوف العرض خلينا أقول على حاجة قبل ما نجيبه الأول الناس خلاص بقيتعرفة إحنا فينا يا جماعة ولا مش عارفين إحنا موجودين داخل معرض الشركة السعودية معرض الشركة السعودية الموجود في 32 شارع الهرم محطة إذا حضرتك شرفتنا هتلاقي المبنى بتاعنا بتلت تدورر ما شاء الله المعرض هتخش في الدور الأول هيلائق إيه على اليمين؟ هيلائي مش حرف الحفة، وهيلاقي فوط وهيلاقي مللات وهيلاقي الكاشير قاعد كدو إحنا ليه بقى إحنا هتنزل تحت ماليكش نازلble بالموضوع دا هتنزل أول ما هتنزل هتلاقي هلاقي على اليمين مراتب مراتب وبعدين أفوط وبعدين قسم الوبرية وبعدين قسم الغريس الإحنا فيه قسم العرس إلي احنا فيه والدامهε لو عريس بأطفال خلاص من أدى ما وسلت العرس رائس لو عايز يكمل هو يعيش هيكمل على مفارش العرائس اللي احنا اتكلمنا عليها قول لنا بسرعة العرض ايه احنا هنخش في المعرة كتير 250 جنيه طب ااخد اتنين لو خدت بطنيتين اللي انت حاب بقى هقول لك اللي المفاجأ اللي انت عملها اللي انت باش حس تقولها لنقولها للناس بقول لكل الناس اللي هشتري بطنيتين ب250 جنيه تخيل ممكن يكون قول هياخد عليها الحافي دي الحافي دي؟ اه ده كده خلاص؟ اه لأ ليه؟ شو قلت الحافين؟ بقول لكل الناس النهاردة همفاجئتين مفاجئتين هتاخد بطنيتين دو 500 جنيه وعليهم لحافين خليني بس اقول لها الحاجة حد يا جماعة من قسم اللي حافي يجيب لنا الحاف بس افرد كده معنا عشان فيه ناس النهاردة بتقول لحاف ايه؟ لحاف صغير لحاف كبير شكرا يا مصطفى امسك 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 من هنا بصوا اللي حافي عامل ازاي؟ اللي داخل الحلقة دلوقت اللي بيبص دلوقت يقول ايه ده؟ انا بقول لك ده هدية تب بلاش ده مجانة اللي انت شايفه ده مجانة ممكن حد تاني يجيب لنا كمال الحاف تاني احمد الحاف يا جماعة بص الكابوتونية دا ازاي؟ بص الحاف تاعنا ده اسمه الغرس دقيقة عشان مايفكش بسرعة فالغلسية مفيش الكرام دا بيه بقولوا كل الناس ان العرض جامج جداً 500 جنيه ومعا الحافين من الشركة السعودية عشان نشيخ بص صوائف من ورده النهاردة خلاص الناس الاولين ياخدوا الحاف وميمشوا شانو بيهوش بالحاف التاني ماشي بقى ما هم الحافين هدية ادي الحاف هدية وادي الحاف هدية خلاص زي ما اتفقنا يا جماعة 250 جنيه سعر البطانية الواحدة لو خدت اتنين بخمس 500 جنيه سعر البطانيتين ومعاهم الحافين هدية هتاخد المقاس الكبير شكراً يا جماعة عايز اقولي على حاجة اتنين لحاف هدية على منتجنا النهاردة وريني عرض التاليف نمي اللي من الصورة وريني اللون التاني اللون ده حلو برضه ماشي نمسك كده حد ييجي يا جماعة كده من المعرض لو سمحتوا هم فيش غيرك كده ولا حين انت طالعوا بكل الأدوار شكراً بص اللون بقى ده يا سيد محمد اللون عامل ازاي خلاص يا جماعة تقدر تدفع 500 جنيه وتاخد اتنين بطانية ومعهم اتنين اللي حاف هدية يعني تقريباً كده لو حبنا نقسمها لو 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 اللي حاب دي 100 جنيه اتنين اللي حاف في 200 جنيه يبقى بياخد بطانية طبقتين حفر بارس بستورادة ب150 جنيه اسمع حد يقول بدي بطانية ب150 جنيه في الشركات هتيبقى صعبة جداً وعلى فكرة احنا لو قلنا ب200 وب150 هنقول بقلبي جامد عشان احنا عندنا حاجة بتخلي قلبنا جامد لو احنا مش مسدقلنا تعالوا تفرجوا تعالوا شوفوا هيا البطانية شوفوا فعلاً دي 150 جنيه انت اطلقت ممكن تطلع تقول البطانية دي ب1000 جنيه صحيح وممكن تطلع تقول بطانية ب50 جنيه الناس هتخاف تتصل صحيح تقول لك الله لو عاملين عرض جامد جداً في التلفزيون وجايبين اشكال حلوة اقول لك اتصل بقلبي جامد لان هو اللي هيجيلك هو هو اللي انت شفتوا لسببين لان الشركة السعودية خلاص شركة مش عاملة يعني الحمد لله بقى لنا سنين تانية حاجة لها معرض وليها فرع تروح تقول ل الناس اللي انتو جبتوه غير اللي احنا خدناها صحيح احنا يا جماعة متخصصون في تجهيز العرائس يعني حضرتك البطانية هتستمتع بيها جداً اشتري المنتج ده في الصيف عشان تاخدوا بميزة سعرية اي ده يعني في الشتاء مش هتعمل العرض ده طبعاً لا طبعاً احنا بنقدم يا جماعة العرض لو انت عايز بطانية واحدة بيبتلوا خمسين لو خدت اتنين بخمسمية هتاخد عليهم اتنين لحاف هداي اه بس الياخد بطانية هتاخد مشاهد لحاف لأ طبعاً اتصل من اي مكان اتصل من اي مكان هنجيلك بسرعة جداً على تلاتة وتلاتين خمسة وتمانين خمسة وتمانين خمسة وتمانين طيب انا بقلق وبشوف الشركات وبشوف حاجات عايز اتفرج اتفضل شرفنا في معرضنا لأول مرة في التيفي شوب بنقدر نوفر ونقول اتفضل استشرفنا في معرضنا محتاجين ناكلمكم عن اللحاف محتاجين ناكلمكم عن تارف ان انت بتقول هذا انا مقدش حاسه قوي بس لما بقى الناس كده في الشار ones احنا ارتحنا قوي لما شفنا لكم المصنع صحية صحية وارتحنا قوي لما احنا بتقولوا الينا موقع وارتحنا لكم اوقع اكتر لما بقى ليكم معرض هل إحنا محتاجين نقول إن الحافظة من مصنعنا ودي المصنع قدامكم وهوة ودي فريق العمل أعتقد ده بقى شفته هل محتاجين نقول إن إحنا جبنا الحافظة وغطصنا في حمام السباحة واللي حمام السباحة فيه كلور عشان الألوان بتثبت ده محتاجين نقول كده محمد أكيد صعب جداً كل الحاجات دي خلاص عرفتوها طب محتاجين نقول إن الفايبر اللي جواه اللي حقا فايبر كسيف طبعاً كسيف صدقوني هتم بسط جداً بالعرض باتين وخمسين جنيل واحد خمسمائة جنيل لاتنين ومعاهم إلي يلحق إلحق يا جماعة الكازيون بدأ وشكله ممكن يخلص بدري شيل اللون ده شيل اللون ده واتبابل وإحنا بنشيل اللون حد من قسمه هو هو الراجل بتاع قسمه يجيهاكم البطاطين شكراً بقول هو هو يا جماعة الكلام عايز تعمل إيه تاني إنت؟ ولا حاجة خلاص كده اللي عايز يختار ألوان يختار ألوان اللي عايز يختار موديلات يختار موديلات ده ما أنا بجهز ده أنا عندي عروسة ده فضيح ده فضيح لو أنا عندي يا جماعة عروسة في البيت بيتجهز محتاجي لها كام بطنية بطنية ايه؟ لا أحد بطنية ليه يا عمي ما هيهم ما دول يعتبر أربعة ما يتطبق دابل لا لا بجد أعل واحدة لو هتجيب دابل تجيب اتنين أعل واحدة تخش بكم بطنية مش أربعة ستة حاجة كده يعني شر عرضين يبقى عندك أربع بطاطين واربع الحفة أقول لكم ألف جنيه أقول لكم على حاجة عشر الجماعة بتاع الشبرة أنا يعني بتاع الشبرة والشبرة أقول طب وفاقيت شبرة لا 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 مفاقيت شبرة دي حاجة دادي كانوا بيجهزوا عروسة من هنا وإحنا هكونا فوق في المعرض في الدور اللي فوق فبعدين أول حاجة ما دخل قال إيه إحنا هناخد جهاز عروسة كل قطوة تحت أمرك رح جيه عند الشيخ شعبان في قسم البطاطين أبقال له لو سماحت إحنا عايزين عشر بطاطين تهى شيخ شعبان قال له اللي عايزين عشر بطاطين فبقول لهم إيه قال لك هو إحنا عندنا العروسة كده في الشبرة بتجهز بعشر بطاطين فمعرفش بقى أهل الشبرة هم سمعيني أنا معرفش بالعشر قولي الشيخ شعبان اللي اديكوا العشر بطاطين صحي شيخ شعبان بيعترف هو شكراً شيخ شعبان بقوله كل الناس 250 جنيه بطنية 500 جنيه بطنيتين 500 جنيه ومعاهم لحفين والله جودتها رائعة رائعة قولي إنت بقى في كلام يتالي لا أتخش يا شيخ شعبان سر حلقتنا النهاردة كل ما ديقوا المعرفة تعالوا سؤالوا عن الشيخ شعبان قسم البطاطين يعني البطاطين اللي هكسروا دون البطنية للطبقتين الحفر البارز الوبرة العالية جداً دي ومستوردة تحب تقول حاجة في نهاية الحلاة؟ أشكرك سيد محمد وأشكر كل ملائق الشركة السعودية على سكاتكم الغالية في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والأسعار الجيدة شكراً لحضراتكم بقول لكل عملاءنا الكرام اللي بيشوفونا النهاردة مستغربين بقولوا الناس دي طبعية والله جماحنا طبعيين بنقول اللي البطنية دي الحفر الطبقتين ب150 جنيه اللي عاز يعرف السر ويعرف سر التركيبة اللي احنا عملناه النهاردة لازم يتابع حلقتنا أو يكلمونا على كول سنتر أو تعالونا معرض الشركة السعودية في 32 شارع الهرب وقريباً وقريباً إن شاء الله وقريباً وقريباً في أماكن كتير جل كان معكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبدينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية زرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 السعودية